اعلان هام لطلاب جامعة المنصورة تعلن جامعة المنصورة عن بدء تطعيم طلاب الجامعة ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من يوم السبت الموافق 4-29-21 في تمام الساعة التاسعة صباحا وذلك بعيادات الكليات بالجامعة وعلى طلاب متابعة صفحات الكليات الرسمية على موقع الجامعة وشبكات التواصل الاجتماعية لمعرفة مواعيد ومكان التطعيم والالتزام بمواعيد التطعيم المدونة بالجداول يتعرف الطالب على معاد التطعيم ومكان التطعيم الخاص به تبقى للجداول المعلنة بكل كلية على الطالب ان يقوم بالتسجيل على موقع وزارة الصحة وذلك قبل معاد التطعيم بيوم واحد على ان يقوم الطالب باختيار مركز التطعيم بجامعة المنصورة في الخانة الخاصة بمركز التطعيم الذي يرغب بالحصول على اللقاح به ويجب على الطالب مراعاة الدقة الشديدة في البيانات التي يقوم بتسجيلها على الموقع يتم بعد التسجيل الحصول على رقم التسجيل المكون من 20 رقما يقوم الطالب بطباعة عدد 2 نسخة من استمارة طلب اللقاح يقوم الطالب بتدوين رقم التسجيل المكون من 20 رقما على عدد 2 نسخة من استمارة تلقي اللقاح يتوجه الطالب في المعاد المحدد من الكلية للتطعيم مصحوب بعدد 2 استمارة تلقي اللقاح موقع توقيعا حي وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي على طلاب الذين تم تطعيمهم خارج الجامعة احضار ما يفيد حصولهم على التطعيم وتسليمه إلى مكتب السيد أستاذ دكتور وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب بالنسبة للطلاب المستجدين سيتم تطعيمهم باللقاح أثناء إجراءات الكشف الطبي ترجمة نانسي قنقر